يا أيتها النفس المطمئنة تنتعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد جعل الله تبارك وتعالى رمضان موسم العبادات والأعمال الصالحة ومعراجاً لمن يصبو إلى القرب من الله أكثر والمؤمن اللبيب الحصيف يفرغ الوسعة ويجاهد النفس حتى يكون له في هذا الشهر أكبر نصيب من الطاعات والقربات والعبادات من باقي الأشهر عسى أن يتزود بما ينفعه في أخرى والعبادات التي نؤديها مؤلفة من قسمين من عمل وقصد فلا قيمة لعمل مهما استوفى شروط الصحة إن لم يكن القصد الدافع إليه هو مجرد الحصول على مرضات الله وثوابه وهذا هو ما نصطلح عليه بالإخلاص والإخلاص هو متعلق الأجر والثواب وهو سر قلبي لا يطلع عليه الناس ولا الملائكة المقربون ولكنه مكشوف لرب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فعلى قدر ما نهتم بظاهر الطاعات وشكلها علينا أن نهتم كذلك بروحها ومخبرها فالعبادة التي نوفي فيها شروط الصحة تبقى قاصرة وناقصة إن لم نوفي فيها شروط القبول وقد بيّن الله تبارك وتعالى الشرط الأساسي لقبول الأعمال فقال عز من قائل إنما يتقبل الله من المتقين فما قيمة صلاة وزكاة وصوم وحج وتلاوة للقرآن إن كان صاحبها ضعيف التقوى عديم الخشوع غث الإخبات والتقوى والخشوع والإخبات هي ثمرات قلبية للإخلاص والإخلاص بدوره هو روح الأعمال الذي بدونه تبقى الأعمال صورا قائمة وجوثة هامدة وقد صدق بن عطاء الله السكندري رحمه الله حين قال الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها إن أشد ما يعالجه العبد في ضرب سلوكه إلى الله هو التحقق بالإخلاص لأن ذلك يتطلب منه أن يحارب عدوين لدودين أولهما المحاكاة والرتابة وثانيهما حظ النفس والرياء أما عن العدو الأول أي المحاكاة والرتابة فهو عدو عامة المسلمين ذلك أن المسلم كثيرا ما يقوم ببعض العبادات من باب تقليد ومحاكاة ما وجد عليه الناس رأى الناس يصلون فصلى رأى الناس يصومون فصام رأى الناس يحجون فحج وهكذا يقلد الآخرين ولكن نفسه فارغة تماما من روح الارتباط بالله لا يستشعر عظمة الله ولا يوجل قلبه عند ذكر الله ولا يشغف فؤاده بحب الله ولا يشع وجدانه بنور الأنس بالله الجوارح تعمل ولكن القلب معطل فمثل هذا الإنسان لا يعبد الله إيمانا احتسابا بل يعبده محاكاة للناس واتباعا لما وجدهم عليه فتتحول عباداته إلى عادات دنيوية جوفاء تخنق الرتابة فيها كل عناصر التزكية ويصبح قلبه قاسيا وقد حذر الله تبارك وتعالى الرعيل الأول من المسلمين من أن يكونوا من هذا النوع فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ومن هنا نفهم سر قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والذي يصوم إيمانا واحتسابا لا يصوم تقليدا ورتابا أما عن العدو الثاني لتحقيق الإخلاص فهو حظ النفس والرياء وهو ألد عدو للخواص من المؤمنين من علماء وطلبة علم ودعاة ووعاظ وأئمة وغيرهم فالنفس كما أخبر القرآن الكريم أمارة بالسوء ويشق على كثير من المؤمنين أن يتعبد الواحد منهم الله عز وجل دون أن يجعل لنفسه نصيبا ودون أن يرأي الناس ويسمعهم يقدم طاعة وقربة ويحب قبل أن يأتي بها أو بعد أن يأتي بها أن يطلع عليها الناس حتى يكبر في أعينهم وينال مدح مادحيهم ويصير بينهم ذا وجاهة وجاه وقدر ومقام يحب أن يذكر عند الناس فيقال عنه فلان متعبد فلان متصدق فلان متنسك فلان عالم فلان فقيه فلان قارئ فلان تقي نقي صفي وهذا هو الرياء والشرك الخفي بعينه وهكذا يفسد إخلاص العبد وتذوب سلامة قصده ويخبث عمله فينقص نصيبه من ثواب الله وفضله بل قد يحبط الله تعالى عمله كاملا فيصبح نصيبه من صلاته التعب والنصب فقط ومن صيامه الجوع والعطش ومن تعلمه وتعليمه ودعوته الصهر والأرق والتخلص من هذه الشائبة يحتاج إلى مجاهدة ومثابرة ومعالجة ولا أحد يزعم أنه بلغ المنزل في هذا المجال ولا يخفى علينا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله فذكر رجلا جمع القرآن ورجلا قاتل في سبيل الله ورجلا تصدق بكثير من المال إلا أن قصد الثلاثة لم يكن خالصا لله فالأول سعى حتى يقول الناس فيه فلان قارئ والثاني سعى حتى يقال فيه فلان شجاع والثالث سعى حتى يقال فيه فلان جواد فيجعل الله عز وجل أعمال هؤلاء هباء منظورا إن أعظم ما يخيف الصالحين وتتقد بسببه أفئدة الربانيين أن يعملوا ويعملوا فترد عليهم طاعاتهم وقرباتهم ويحبط الله ما عملوا ويبطل ما كانوا يصنعون ولقد وصف الله عز وجل هذه النخبة من الصالحين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابن تصدق ولكنهم هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل وقال مالك بن دينار رحمه الله الخوف على العمل ألا يقبل أشد من العمل ولنا أسوة في سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام حين رفع أعظم بناء وأجل فينا وهي كعبة الله المشرفة خافا أن لا يتقبل الله منهما فدعواه قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وها هي امرأة عمران حين حملت نظرت لله أن تجعل مولودها في خدمة المعبد وهذا عمل صالح وتضحية المحمودة ولكنها خافت أن لا يتقبل الله منها فأخبرنا الله عز وجل بشأنها فقال إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني لم تغتر رضي الله عنها بهذا النظر العظيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان على هذا المنوال فكان مثلا إذا أقبل على ذبح أضحية العيد يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم يضحي كل ذلك لأن المؤمن حقا يعمل ويخاف من حبوط عمله ونقصانه وعدم قبوله ولهذا عقد الإمام البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر وأورد رحمه الله قول إبراهيم التيمي وهو واحد من التابعين الوعاضي الكبار قال رحمه الله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا لأنني أجد فرقا شاسعا بين قولي وبين عملي ومنهم القراءة إلا خشيت أن أكون مكذبا يعني أن يكذبني الله وأن يكذبني الملائكة وقد كان هذا حال الأكابر من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى سيدنا حذيفة بن اليمان حافظ سر رسول الله الرجل الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين فقال له نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله منهم أي من المنافقين فأخبره حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا كان من عادة سلف أمتنا أيها الأفاضل أن يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا انصرم هذا الشهر وصاموه وقاموه كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم من هنا نعلم أن علينا أن نتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات والقربات وأن نجتهد في تحصيل صحتها في المظهر وصفائها في الجوهر علينا أن لا نعجب بما نعمل ولا نغترب بما به نمدح فالمعول على القبول لا على ما يصول ويجول والنكثر من دعاء رجاء القبول فنقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جعل لله وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المقربين وغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتقبل منا أعمالنا ودعواتنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر